مساء الخير خمسة شهور على شهور كرسي الرئاسة الأولى ورغم ذلك واصلت بعض القوى السياسية القيام بكل ما يلزم على خط التعطيل من خلال المواقف الرافضة للحوار وللتوافق على انتخاب رئيس الجمهورية على حد سواء تعطيل ثبت بالوجه الشرعي أن هذه القوى تريده أن ينسحب على الدولة بكل المؤسسات وآخر همها الناس وحاجات الناس ومصالح الناس أما آخر الفصول فكانت تعطيل انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة للبحث في عدد من مشاريع القوانين أبرزها ما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة والمعاشات التقاعدية والقانون المتعلق بتحويل الأموال المهربة إلى الخارج واعتبارا من اليوم يبدأ تسعير السلع في السوبرماركت بالدولار على أن يكون الدفع بالدولار أو بسعر صرفه بالليرة عند لحظة الدفع على الصندوق وفقا لسعر صرف مجبرة السوبرماركت والمحال تجارية على أعلانه بشكل واضح أمام المتسوقين وفي حين بات تسعير الكثير من الخدمات الأساسية بشكل كامل بالدولار من المحروقات والأدوية وكهرباء المولدات كان دولار السوق السوداء يحلق إلى مستويات تخطط التسعين ألف ليرة فماذا بعد؟ في فلسطين لا يزال الكيان الإسرائيلي المحتل مستمرا في مسلسل القتل والهدم والتشريد للفلسطينيين وآخر فصوله تصويت الكنيسة الإسرائيلي على مشروع قانون أعدام منفذي العمليات من أبناء الشعب الفلسطيني عراقيا زيارة لافتة للأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريش إلى بغداد هي الأولى له منذ ست سنوات وعلى الرغم من حجم الدمار الهائل والضحايا الذين سقطوا في تركيا جراء الزلزال المدمر والانتقادات لحكومته على إدارتها للكارثة أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجري في الرابع عشر من أيار المقبل